تتضاعف معاناة المغترب اليمني في السعودية بسبب سياسات واجراءات السلطات السعودية على العمالة الوافدة بينها العمالة اليمنية التي تشكل قطاعا واسعا في سوق العمل في السعودية تضيق السبل بالمغترب اليمني ليجد نفسه امام خيارين احلاهما مر اما البقاء في ارض الاغتراب ودفع الرسوم الباهضة في ظل انحسار فرص العمل بسبب ما يسمى بسعودة المهن او العودة الى وطن بمستقبل المجهول المعالم فرض رسوم حكومية جديدة والبدو بتوطين انشطة تجارية يهيمن عليها اليمنيون ومنها السعودة محل بيع الذهب وتجارة الخضروات ضمن اجراءات لمواجهة تحديات تراجع اسعار النفط اجراءات يرى مراقبون انها وجهت ضربة قاسمة للاقتصاد اليمني بتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين التي بلغت نحو ثلاثة مليارات واربعة ملايين دولار خلال عام 2016 حسب تقرير صدر مطلع يوليو الماضي عن صندوق الامم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاقتصاد اليمني الذي يوصف بانه ضعيف وهاش اجراءات السعودة تستمر وتضيق معها فرص العمل المغترب اليمني فبعد قرارات سعودة محل بيع وتجارة الخضروات ومحل بيع الذهب هناك مخاوف من قرارات مرتقبة لسعودة الانشطة والمهن المرتبطة بقطاع السيارات وهو ما يهدد اكثر من مائة الف يمني يعملون في تجارة وبيع قطع غيار وزيوت واطارات السيارات وفي ورش الميكانيك تدفق الاسر اليمنية العايدة من السعودية الى الوطن مستمر في ظل وضع مأساوي تمر به البلاد انساني واقتصادي وخدمي التوقعات تشير بان تجاوز العدد مائة الف اسرة يمنية بحلول يونيو الفين وثمانية عشر مشاهد عودة اليمنيين لأرض الوطن تعيد للذاكرة مشاهد الازمة الخليجية الاولى وترضي اليمنيين بعد حرب الخليج والازمات الاقتصادية التي احدثتها موجات العودة انذاك اليمنيون العاملون في دول الخليج عددهم حوالي مليون ونصف المليون عامل اغلبهم في السعودية بنحو مليون ومئتين الف باتت تحويلاتهم اهم مورد اقتصاديا في ظل الحرب بعد توقف انتاج وتصدير النفط وتراجع الايرادات الجمركية والضريبية اشتركوا في القناة